يمكن شهر رمضان المبارك دائما مربوط بالطعام وقناة اقرأ الفضائية من احرص القنوات على ان تقدم برنامج يهتم بالطبخ والموائد العامرة والاكلات الشهية من خلال برامج الطبخ التي تشتهر بها في شهر رمضان المبارك وبرنامج الطبخ لهذه السنة مختلف في كل شيء مختلف في اسمه مختلف بالشف الذي سيقدمه مختلف ايضا باخراجه مختلف ايضا بالصورة البصرية قناة اقرأ الفضائية حريصة على ان تقدم لكم هذا العام برنامج الطبخ عيش ملح على شاشتها يقدم لكم اسرار الطعام وما لد وطاب مع الشف السعودي العالمي الاستاذ عدنان يماني استاذ عدنان سلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام اخ محمد حياتك يعطيك العافية اولا احنا من جمهورك ومحبيك وانا عارف انه انت جاري الان في الاستوديو اللي جنبي بتحضر لحلقات عيش ملح نعم نعم والله يعطيك العافية ويعطي الشباب اللي معاك كل عافية ما شاء الله عليكم عشان تخرجوا ببرنامج مختلف ومتميز هذا العام باذن الله تعالى الله يعطيك العافية اهلا وسهلا الله يعطيهم العافية يمكن الناس بتشوف اه خلف الشاشات بتشوف اني انا الوحدي ما تعرف انه فيه فريق عمل كبير قايم على الموضوع هذا ابتداءا من شرى الاشياء من من برة والتجهيز ومصورين وصوت واضاءة الله يعطيهم الف عافية الله يعافيك سيدي احنا هنستأذنك انك تجي على الاستوديو وتكمل معانا اللقاء وخلال هذه الفترة نشاهد وإياكم لقطات ومشاهد من برنامج عيش وملح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أيضا سيكون هناك العديد من الطبخات التي سنراها متميزة مختلفة جديدة بإذن الله تعالى اقرأ على مدى تقريبا سنواتها كلها ما شاء الله 21 سنة كان هناك برنامج طبخ سنوي ودائما في كل عام نحاول أن نقدم الجديد والمختلف هذه السنة شف عدنان يماني جهز مجموعة من الطبخات الكثيرة التي سنتعرف عليها أيضا سيكون معنا صورة مختلفة صراحة جرافيك مختلف اسم مختلف كثيرة هي التفاصيل التي يمكن أن نتحدث فيها عن هذا البرنامج شيف عدنان لسا بيجهز أموره الآن عشان يدخل على الستيديو وإحنا مستمرين معكم في الحديث عن البرنامج ومن خلال مشاركتكم ومساهمتكم معنا بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام وتواصلكم عبر الفيسبوك وعبر وسائل التواصل الاجتماعي سنرد على جميع اتصالاتكم وسنرد عليه بإذن الله استفساراتكم سنتابع وإياكم البرنامج وما تبقى من فقرات البرنامج بعد أن نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم يعطيكم العافية مشاهدين الكرام أتشرف الآن في الستيديو بالشيف العالمي الأستاذ عدنان يماني أستاذ عدنان يعطيك العافية أهلا وسهلا الله يسلم أول شيء أنت ما شاء الله منورنا الله يسلم وهذا الموسم الثاني الذي تشارك في قناة إقراء الفضائية في برنامج طبخ وهذا السنة تم اختيار اسم عشو ملح نعم وإحنا بيننا وبينك عشو ملح سابق الله الله والآن بتجدد نعم بس السؤال ليش عشو ملح والله أنا اخترت عشو ملح لأنه اسم عميق شوي صحيح مو بس مرتبط بالأكل كلمة عشو ملح احنا دائما بنستخدمها بتنسب للترابط وللألفة والعشرة ايه بالضبط والعشرة فدائما والله بينه وبينه عشو ملح يعني بينه وبينه شيء الكثير وكل ما بنستخدمها في أغلب الدول العربية صحيح وما شاء الله قناة اقرأ يعني في فترة رمضان تعتبر من أكثر القنوات مشاهدة صحيح وبيشاهدوها بكل العرب تقريبا والمسلمين في كل العالم فحبينا اسم كذا شامل يعبر عنه لا والله أنا أنا مبسوط على الاسم صراحة وكنت لما بلغونا في القناة أنه ما رأيكم باسم عشو ملح أنا على طول قلت سبحان الله جميل الاسم جميل وممكن من جمال روحك يا ربي خليك رجل سمح ورجل ما شاء الله عليك الناس بتحبك والله يخليك الجديد أنا أنا بعرف بس الجمهور لازم يعرف معاي جديد عشو ملح مش مجرد الاسم أي في كثير أشياء جديدة أنا حاب أسمحها منك والجمهور حاب أسمحها منك الجديد عندك من السنة السنة هذه روح البرنامج مختلفة حبينا أن نحط فيه لمسات كذا فيه شغل في الجرافيكس وفي الكاميرات وتحريك الكاميرات مو كاميرات ثابتة حبينا حتى في الوصفات أنه تعرف الأزمة الآن العالمية الله يا رب يبعدها عننا آمين آم فحبينا نكون البرنامج محاكي للواقع الآن الكل في بيته والكل بيتابع التلفزيون الكل يبغي يشوف الوصفات آم فيه ناس تبقى تروح تزور مطاعم بس ما بتقدر وأحياناً بتشتهي آآ أكلة مطعم معين آآ ما تقدر تروحه فعشان كذا السنة هذه حبينا نحط وصفات لمطاعم آآ وصفات خفيفة ما نحب الناس تطلع بره البيت آآ علشان كذا بنحاول قدر الإمكان إنها تكون الوصفات من تلاجة البيت البسيط ما عندنا يعني أي أجبان كذا غريبة ولا صوصات غريبة ولا شيء كله أشياء سهلة وبسيطة وموجودة في البيت الطبيعي العالم إن شاء الله عليك أصلاً شيف عدنان أنت مشهور عنك أنه أنت بتحب المطبخ العربي وبتحب المطبخ الخليجي بشكل كبير و بنفس الوقت بتحب الأكل اللي ناس تعرف تعملوا يعني زي ما يقولوا ما بتعقدها لا بالمسميات ما هي محتاجة تعقيدة يا أخي محمد ما هي محتاجة ولا بالوصفات و زي ما قلت أنت اختصرت من ثلاجة البيت وبصراحة في رمضان هذا يمكن يعني إحنا محتاجين هذا الموضوع بشكل كتير كبير لأنه عرف الموجة اللي إن شاء الله ربنا يرفحها عننا و يخفف علينا هذه الأزمة إنه من بيتك نعم إنك تقدم أكلات جميلة سؤالي إنه شيف عدنان يعني حبك للمطعم العربي والمطعم الشرقي طبعاً طبيعي لأنك عربي وبالنهاية يعني هذا مطبخك لكن أنت بتنافس فيه بشكل كبير و أنت بتقدمه والخليجي حتى والطعام سعودي مشهور حتى مطاعمك تقدم هذه الوجبات بشكل كتير حريص أنت كبير عليه ليه هذا التوجه عندك؟ والله هو في الأساس يعني ما أقول لك حب أنتقم بس أتربينا في فترة كذا يمكن كانت فترة التسعينات و في بداية الألفين إنه ما كان فيه هوية لمطبخنا يعني لو جيت تبا تشتري أكل سعودي من برة ما فيه هذا الشيء بصراحة من زي عني من وانا صغير أكلنا بس نطبخ في البيت ما نقدر ناخده يمكن علشان كانت نفس هوية الشف ما هي موجودة فعشان كده ما كان فيه هوية للأكل الآن الوضع تغير سوف يوجد شفات من الجنسين الذكور والإناث حابين يسوي إبداعاتهم وإحنا في المطبخ السعودي عادة أو في أي مطبخ عالمي أحسن واحد يطبخ من نفس المطبخ اللي تربع عليه يعني الإيطالي هو أحسن واحد يسوي إيطالي لو جبنا واحد من أي جنسية تانية وعلمنا سنين صحيح برضو ما هيجيب ليه لأنه هذاك أكل الباستا من أمه من جدته من خالته من جارتهم جدته طعمات كثيرة في أمه من الباستا فتكون عنده في الممري كأننا نقول داتا بيس نفس الكبسة عندنا أنا دكت الكبسة من كل أقاربي مثلا فمستحيل أحد يجي ويضبط الكبسة واللي يضبط أي أكل سعودية زي ما يضبطها اللي تربع عليها اللي تربع عليها صحيح صحيح هل تذكر مواقف شف عدنان يعني أنت ما شاء الله لك سنوات في هذا المجال وإنت متواصل على السوشال ميديا وإلك جمهورك وتتفاعل هناك موقف أشعرك بالفخر بالاعتساز أنه أنا وصلت أوصل رسالة مطعم السعودي المطعم العربي للناس أيوة بصراحة من بدأوا تواصلوا معي شخصيات بارزة في المجتمع وشخصيات قيادية وبيطلبوا مني أن أجي عندهم وطبخ لهم طبخات معينة ويطلبوا من عندي من المطعم بصراحة حاجة يعني في منتهى السعادة تشعر أنك حققت شيء جميل تشعر أنك أنت وصلت ولازم تستمر علشان تثبت أكثر وتثبت للناس هذه اللي جربت من عندك أنك أنت أهل الثقة هذه اللي عطوك هي الحمد لله طبعا بالمناسبة أنا هكشف شغل الآن وإحنا بنحضر في الكواليس شف عدنان اتصل في البيت وقال لهم كلموا أمي خلي أمي تشوفني وتحضرني عشان الآن تفرح فيها على الهوى وتحضرني أنا كذلك شف الآن والدتي إن شاء الله إنها بتحضرني ومبسوطة ونقعد العيلة كلها عشان تحضروا والله يبارك في أمياتنا جميعا ويرحم الأموات منهم ويرحم أبهاتنا الأحياء منهم والأموات حنتوصلين معك شف بس الإخوان بخبروني أنه فيه فاصل هنروح لفاصل ونرجع مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نواصل تابع إقرأ فابقوا معنا عدنا إليكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة إقرأ الفضائية ونلتقيكم اتداء من اليوم في برنامجكم تابع إقرأ للحديث عن جديد إقرأ بإذن الله تعالى في شهر رمضان المبارك وأيضا إعلان إطلاق منصة تابع هذه المنصة الأكبر بما تحتويه من برامج منوعة ويسعدنا أن يكون معنا ويستمر معنا في هذا اللقاء الشف العالمي الأستاذ عدنان يماني أستاذ عدنان يعني ما شاء الله عليك تجربتك مع إقرأ ليست جديدة هذه السنة الثانية وبدأ أسألك عن التجربة كيف شفتها مع إقرأ كيف شعرت العمل مع فريق قناة إقرأ الفضائية ونتائج الموسم الماضي والموسم الحالي إن شاء الله والله القناة يعني التحامل كان يعني أنا بالنسبة لي يمكن أشتغلت في كذا قناة صحيم يمكن هنا كان الوضع غير شوي حسيت بانتماء أكثر الاستوديو قريب من بيتي لا يحتاج أني أسافر وأصور وكذا الشباب اللي حوليني كلهم عيال بلد وتربطني فيهم يعني علاقة سنية بالضبط وأعرفهم أنا كنت مدير أغذية ومشروبات في دلة فبعرفهم وأعرف الجو اللي في القناة أصداؤه كانت جدا جميلة أنا ما كنت أتوقع كمية المتابعين اللي شافوا البرنامج كان هو أخذ فيه 15 حلقة لهم الماضي والحمد لله السنة هذه خدت البرنامج كامل وإن شاء الله تشوفوا حاجة السنة هذه مختلفة وحلوة وتعجبكم أكيد أكيد ما شاء الله عليك اسمك لحال وكفاية سيد عدمان الله يعطيك العافية واسمح لي كمان نتحدث معك بحضورك عن برامج قناة إقرأ ومنصة تابع هذه المنصة الجديدة التي أطلقتها قناة إقرأ لجمهورها الكريم مع تزامن دخول شهر رمضان المبارك ومجموعة من البرامج الحصرية التي ستكون فقط على قناة إقرأ فتسمح لنا نأخذ كمان ضيف معنا من سكايب مشاهدين الكرام برنامج رأيت الله هذا البرنامج له حكاية وله قصة وعنوانه لوحده حكاية سنتعرف على برنامج رأيت الله مع مقدمة ومعدة هذا البرنامج الآنسة الأستاذة مروى جمال عبر السكايب من مصر الحبيبة مروى السلام عليكم وعليكم السلام زي حضرتك يا أبو حمزة الله يكرمك يا مروى كيف حالك خير ماشي الحال خير ونعمة زي حضرتك الحمد لله أول شيء طمنيني عليك وعلى الأهل والأسرة إن شاء الله جميعا بخير بخير وترقب كلنا منتظرين نشوف اقرأ في رمضان إن شاء الله ببرامجها المميزة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله وربنا يكتب لنا الشفاء العاجل من كورونا ويذهب عنا هذه الغمة بإذن الله وعن العالمين بإذن الله أمين الله يجعلها بردا وسلاما علينا وعلى كل متابعين بإذن الله اللهم أمين مروى نروح إحنا وإياك والجمهور نشوف رأيت الله مع بعضه نرجع بإذن الله بإذن الله مروى شوفنا مع إحنا وإياك والجمهور بعض المقتطفات لبرنامج رأيت الله وبالمناسبة هذا البرنامج حصريا على تابع وسنشاهده فقط على تابع ولا نشاهده على قناة إقرأ الفضائية في انطلاقته وسيكون متاح للمشتركين في منصة تابعة الاسم يا مروى من أين أتيتي بهذا الاسم أتيت بالاسم من مواقف كتير اتعرضت لها في حياتي فكنت بحس أن المواقف دي مش ممكن تكون بالصدفة مش ممكن تكون إلا أن فيه إيد إلهية قعدة بتدبر الأمر من أول وآخر ولما التحق بقى بكلية إعلام ودرست فكان كل تفكيري أن يجي يوم وأقدم فيه برنامج إنساني دين مش ديني صرف يعني خلاص إن احنا الشيوخ وكل الدعاء مشكورين حكوا مع الناس وقالوا لهم عن الصلاة والزكاة والسوء كل العبادات اللي ممكن تقربنا من ربنا قلناها بشكل مباشر للناس لكن فكرة أنسانة الدين يا أبو حمزة إن احنا نحط الدين في قالب إنساني لأنه الله خلقنا يعني اختار أن احنا يكون اسمنا إنسان فكان عندي تصور أنه كل ما احنا كنا إنسان أكتر كل ما قدرنا نشوف ربنا أكتر وكل ما حققنا مرادنا من أو عفوا مراد الله من خلقنا أكتر فكان على بالي جدا فكرة أن احنا نقدم برنامج نقول فيه للناس بنماذج بشرية شبههم كل حلقة ضيف جديد ضيف مش مشهور محدش يعرفه لكن هو لي قصة هو لي شأن مع الله مش ممكن في آخر الحلقات ما تلاقيش نفسك في حد من الضيوف دون مش ممكن ما تشوفش نفسك فيهم أو باباك أو منطك أو أختك ضروري في الآخر هتحس أن فيه ضيف فيهم شبهك وهو بشكل أو بآخر شاهف ربنا في مشوار حياته بس لأنه إنسان لأنه بيعمل عمل إنساني نبيل أو بيعمل عمل إنساني راقي فهي دعوة للإنسانية يعني البرنامج هو عبارة عن دعوة للإنسانية وإنها أسلم وأأمن وأأثر طريق ممكن نشوف فيه ربنا يعني أنا بعرف يا مروة مدى جهدك على هذا البرنامج ويمكن الجمهور ما بيعرف إنه هذا البرنامج على مدى سنة كاملة مروة كانت تشتغل على تحضير حلقاته وقصصه لن تشاهدوا برنامج عادي لن تشاهدوا قصص عادية لن تشاهدوا مواقف عابرة لا هناك قصص ستلمس قلوبكم بإذن الله تعالى وستلمس عقولكم وأنا يعني أنا بعرف يا مروة مدى جهدك وباللهجة البلد المصري عافرت كتير عشان تطلع بقصص رائعة من البرنامج بس يعني سؤالي فيه يعني كده لو تغششين شوية إيش من القصص المؤثرة اللي ممكن نشوفها وانتبعها مع بعض بإذن الله في البرنامج يعني إن شاء الله طيب خليني أقول لحضرتك إن إحنا كنا حريصين إن كل حلقة تكون قصة بعيدة عن القصة اللي قبلها بس بما إن يعني زي حتما قلت أنا اللي كنت شغالة على الإعداد بس أنا كنت بتفاجئ والله يعني أنزل اللوكيشن اللي أنا عاملة الإعداد بتاع الحلقة أشوفي الناس على أرض الواقع يجي لي زهول هو زي في ناس كده فيه راجل قد من عمره 17 سنة بيعمل إيه بيدرب الأطفال ذوي القدرات الخاصة على الكاراتي وبياخد بيهم بطولات بدون أي مقابل مادي 15 سنة بيشتغل لوجه الله طب دلوقتي كبر وتقاعد ما بقاش قادر يدربهم زي الأول ولادي يكملوا من بعد المسيرة فدي كانت قصة فيه قصة تانية لطفل في إعداده فقد رجليه في حطة أطر يعني هكت متخيل بشاعة الحطة كانت عاملة إزاي النهاردة هو بيحقق بطولة رياضية في رفع الأطقال يعني شوف بيروح من الشيء اللي نقيده من منتهى الضعف لمنتهى القوة مش حتى رياضة عابرة أو رياضة عادية لا هو بيختار حاجة تانية أم دخلت العمليات عشان تخلف تجيب بيبي فيعني اللي هو المفروض يبقى أسعد يوم في حياتها يحصل خطأ طبي البيبي يحصل لها تأخر عقلي ويحكم عليها بالتخلف العقلي مدى الحياة تحول محنتها لمنحة تفتح بيتها لرعاية كل الأطفال دوي القدرات الخاصة في منطقتها ومنطقتها تحكي للمنطقة اللي جنبها وشريحها يحكي للي جنبها النهاردة بتتكلم على هي أم العشرات الأطفال يعني زاكرة خيناني أنا مش فاكرة بس هو رقم يخد ربط عدد من الأطفال من هم صغيرين كبروا معاها وأنا بصور ما فيش حد بيقول لها يا أستاذة أو يا ميس كل بقول لها ماما إيمان وتحس الكلمة طبيعية وتلقائية بشكل يعني أنت أم لكل دول فتحت لهم باب رحمة لكل الناس دي قصص قصص فطول ما احنا ماشيين في الحلقات هنشوف نماذج ما شاء الله كم حلقة صورت هذا الموسم يا مروة بإذن الله 14 إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله يعني هنشوف إن شاء الله على موقع تابع وعلى منصة تابع وهذه المنصة الرائعة إن شاء الله هنشوف إطلالة مروة في برنامجها الجديد بإذن الله مروة جمال أنا أشكرك وأشكر تواجدك وإن شاء الله نشوفك بتابع وإن شاء الله نشوفك في هذا البرنامج الحصري على منصة تابع شكرا جزيلا لمذيعتنا وزميلتنا الأستاذة مروى جمال معدة مقدمة برنامج رأيت الله شكرا إليك شكرا كل حضرتك شكرا إليك شف عدناني هذا برنامج من عنوانه سبحان الله الأستاذة مروى وفريق المكتب في مصر متجهلهم تحية حاولوا أن يلمسوا من الناس من الشارع ناس لهم شيء مع الله تعرف كده كما بقوله خبيئة لهم خبيئة مع الله سبحان الله حاولوا يبحثوا عنها عشان يقولوا للناس أنه في حواليكم ناس بتعمل فهذا البرنامج هيكون بإذن الله في منصة تابع أنا بصراحة أنا مبسوط على هذا البرنامج لأنه حضرت ولادته فعارف مدى الجهد اللي كان موجود فيه شكرا إليهم لجهودهم وأرجع لك شوف عدناني أنت ما شاء الله عليك تكون متأثر جدا والله تحية للأخت مروى والشباب اللي قائمين على البرنامج بصراحة أيا بختهم أيا بختهم أيا بختهم أيا بختهم أيا بختهم أيا بختهم أيا بشدني كلمة سمعتها ويتقول أنه واحدة حولت المحنة إلى منحة منحة هل سيكون هناك في هذا الموسم أكلات غير عربية أو إحنا عربي حيكون عشان نرضي بس جمهورنا لا إن شاء الله حيكون لأنه إحنا ما أتوجه القناة القناة ما شاء الله تبارك الله عالمية بيشوفوها من كل مكان في العالم فإن شاء الله حيكون في وصفات عالمية من كل المطابخ ولكن هنعمل فيها التوست كده بسيط نعربها يعني مو نعربها يعني أحط لمستي إن شاء الله لا لا ما شاء الله عليك على لمستك شف عدنان يعني بإذن الله تعالى وإن شاء الله سنسعد يعني إحنا البرنامج بإذن الله سيكون على الساعة الثانية الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة وإلو إعادة بإذن الله تعالى وسيكون برنامج بإذن الله متميز بإخراجه بفريق العمل بكل الجو العام الصراحة المعمول فيه أنا دخلت في التحضيرات قبل الهوى وكان مشاء الله مشاء الله شغل رائع بإذن الله هل من كلمة رسالة تحب توجهها لجمهورك لناسك تحب تقولها في نهاية لقاءنا معاك يا سيد ألف شكر لاستضافة بالحب بس أوجه رسالة للناس أنه بنقول لهم لا تعرضوا حياتك وحياة الناس الثانية للخطر علشان يكون نفسك في حاجة بسيطة تروح بتحتك في السوبرماركت أو بتخرج من بيتك عشان تجيبها يعني في الفترة هذه البسيطة اللي احنا فيها حاولوا قدر الإمكان أنكم تدخروا أشياءكم تقتصدوا فيها ما تخرجوا بره كثير استخدموا الأشياء الموجودة وأبدعوا من الأشياء الموجودة هذا هو الإبداع صحيح وليس الإبداع أني أروح أجيب حاجة معين عشان أشياء معين الإبداع إيش في عندي موجود أنا أقدر أطلع منه شي مبتكر وجميل ألف شكو إن شاء الله هيحقق هذه النتيجة إن شاء الله إن شاء الله الجمهور ونعد إن شاء الله جمهورنا السيدات والرجال لأنه أنا أعتقد هلأ كمان مع جلوس في البيت الرجال هيفتوا في المطبخ كثير الآن ما عدا صار فيه موضوع أخلطي وعمزجي لا أخلطوا إيه أخلطوا لأنه ما الكل آه يعني الآن الفتي زي ما بيتكلموا وبيقولوا يعني هيكون على على مصراعيه إن شاء الله هيقول لك أنا زي زي الشف عدناني يعني أنا هعمل شف عدناني المناسبة بس أمس في واحد كان بيراسلني على سناب أنا صورت صورة الواحد الطابخ طبخة ونما جاء يسكبها سكبها على السفرة وحاط الصح من تحت عشان نما يخلص إلهم من السفرة أو المية ما يغسر الصحون فعلقت عليها وضحكت أنا فرد عليها واحد قال إيه والله فكرة حلوة حتريحنا من غسير الصحون فطلعت لقيت الاسم اسم شاب فقلت له أنت اللي بتغسل قال لي والله أنا اللي بغسل لا هو يعني إن شاء الله هذه الجلوس في البيت هذا طلع إبداعات مختلفة شف عدناني بكل الناس بصراحة يعني فإحنا شكرين لك شكرا لحضورك شكرا لتواجدك وإن شاء الله نعدكم بإذن الله بموسم رائع عيشوا ملح عيشوا ملح بيننا وبينكم خناة إقراء عيشوا ملح في الطعام الجيد واللذيذ عيشوا ملح بكل المعاني الجميلة مع شفنا الرائع وأستاذ عدنان يماني إن شاء الله يكون معاكم في هذا الموسم شكرا لتواجدك بإذن الله تعالى